قبل ما نبتدي حلقتنا لازم نروح نصبح على دينا شرف ونتعرف منها على أخبار المرور والتقس في القاهرة والمحافظات يا دينا صباح الخير عليك صباح الخير يا منا صباح الخير يا مصطفى صباح السعادة وتفرع على كل المصيرين في كل مكان الجو النهاردة يمكن أعتقد أن الدرجات الحارة تبدأ تنزل تاني لأن كانت مرتفعة اليومين اللي فاتوا لكن خلونا قبل ما نستعرض معاكم كده أحوال التقس سريعا لكن خلونا أبدأ معاكم مع أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر هنبدأ جولتنا معاكم من القاهرة وتحديدا من الكورنيش اللي بيشهد كثفات متحركة بداية من المظلات وحتى منطقة وسط البلد بتستمر الكثفات المتقطعة حتى لو مشينا للطريق السطحي في شارع رمسيس وامتداده وبتفضل مكملة لهم عينا لحد ميدان العباسية ومسجد النور ثم بعد كده في كثفات أمام جامعة عين شمس ده بسبب طبعا موعد دخول طلاب للكليات نفس الكثفات لو أخذنا طريق شارع الجيش هنلاحظ أنه هناك برضو فيه كثفات نسبية لحد شارع بور سعيد شوية بشوية الطريق هتقل فيه الكثفات لحد ما نوصل لمنطقة الظاهر ولو مشينا على كوبري أكتوبر هنلاقي أيضا فيه كثفات بتقل بعد نزلة غمرة في اتجاه مدينة نصر ومحور النصر أما الاتجاه التاني فيه برضو بعض الكثفات لكنها أقل شوية بتزيد أعلى غمرة وشارع بور سعيد ناخد بالنا أن فيه غلق كل لشارع الأصمرات باتجاه القادم من ميدان الرسالة اتجاه مدينة الخزان أو ميدان الخزان وتحويل الحركة المرية للقادم من شارع 9 لازم أنه يسلك يمينا شارع أحمد فؤاد نجم وصولا لميدان الخزان وده هيستمر لمدة شهر نروح معاكم للجيزة وفيه سيولة مرية في ميداننا مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان وعلى الكوبري 15 مايون المتجئ إلى ميدان لبنان وده طبعا بسبب أعمال التوسعة اللي تمت في الكوبري لكن اتجاه المعاكس فيه كثفات مرية بسبب استمرار أعمال التوسعة شارع أحمد عرابي القادم من الدقري في سيولة مرية لكن لو رحنا لميدان لبنان المتجئ إلى أكتوبر في سيولة مرية مكملة معنا لكن الطريق العكسي هو القادم من أكتوبر اتجاه ميدان لبنان فيه كثفات مرية بتبدأ في آخر 2 كيلو من المحوى لو رحنا بالقرب من محطة جام مترو جامعة القاهرة ده بدءا من نزلة كوبري فيصل وحتى شارع التحرير هنلاقي فيه كثفات مرية نسبية فيه أيضا كثفات أخرى ظهرت على كوبري الجامعة ونروح معاكم محافظة الإسماعيلية هنجد أن طريق عطمان أحمد عطمان الرابط بين الجامعة والاستاذ ومجمع المحاكم في سيولة مرية معادة بعض الكثفات المتحركة اللي ما بتأثرش على حركة سير السيارات أما المتجئ إلى شارع بورسعيد ففيه سيولة مرية في طريق الإسماعيلية بورسعيد هنلاقي كمان فيه سيولة مرية كبيرة وخاصة على الطريق الدائري حول المدينة الإسماعيلية نروح معاكم لسهاج واللي هنبدأ فيها من محطة قطار سهاج واللي طريق عندها بيشهد كثفات نسبية لو رحنا لطريق عبد المنع مرياض هنلاقي فيه سيولة مرية كمان فيه كثفات عند طريق مستشفى جامعة سهاج وفيه كثفات مرية غير مؤثرة وبتزيد مع ساعات الظروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير من جولتنا المرية فيه شوارع مصر ومحافظات مصر المختلفة خلونا نستعرض مع حضرتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة فيه انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء الطقس يكون لطيف نهارا على القهرة الكبرى والوجه البحري والسواحي الإشمالية وشمال الصعيد فيه شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القهرة الكبرى فيه كمان فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القهرة الكبرى فيه نشاط للرياح على مناطق من القهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد ده هيكون على فطلات متقطعة درجة الحرارة في القهرة النهاردة 22 وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 29 وأقل درجة حرارة في كاترين 20 درجة هنتابع مع حضراتكم التقصي بالتفصيل لكن بعد شوية بس خلوني أرجع مرة تانية لمن ومصطفى علشان نبدأ معكم فقرات صباحية مصر شكرا لك شكرا لك شكرا لك